اشتركوا في القناة فيما قولة بتقول الانسان ليس بشكله ولا بحجمه ولكن بفكره وعمله وفيما قولة تانية بتقول ان كل انسان عنده اعاقة لان الاعاقة ليست فقط في الجسد وانما قد تكون في الفكر او في الاحزاس العبرة بمن يستطيع تحويل الاعاقة الى طاقة زي صداقتنا بالزبط ما بتعمل اكتشفت الطاقات والقدرات اللي عندها وبدأت تبرزها وتعيش حياتها وتستمتع بيها وهي على ثقة شديدة بقدرتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة